نحن نتحدث عن استكمال المرحلة الأولى من عملية التوظيف للدرجات الوظيفة البالغ عددها 74 ألف درجة وظيفية والتي ضمنت في قانون الأمن الغذائي لا تذكرون حضراتكم وتم تثبيتها أيضا كدعام أساسية في قانون الموازنة الثلاثية لعام 2023 تذكرني مفضلك نشط لذاكرتي المرحلة الأولى مشملت كامل العدد 74 ناقص 31 هو أطلقت 74 ألف بناء على المعلومات والبيانات التي قدمت من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحملة شهادات العليا والأوائل في تلك الفترة التي أطلقت هذه 74 ألف درجة وظيفية قدم عليها فعليا ما تحقق على أرض الواقع 43 ألف بمعنى أنه هناك من لم يكن يرغب في التوظيف كأن يكون هو لديه عمل خاص أو لديه عقد في مؤسسات الدولة أو أنه يمتلك عملا آخر يدرع عليه مبلغا ماليا لا يحتاج إلى الذهاب إلى الوظيفة في القطاع العام الحكومي الأسباب مختلفة زاد من هذا المبلغ 31 ألف درجة وظيفية نتحدث الآن عن أننا الآن بصدد استكمال هذا الرقم 31 ألف درجة وظيفية لنفس الفئات التي حملت الشهادات العليا والأوائل التي تحقق الآن في الفترة الأخيرة ربما سمعنا الكثير من الانتقادات العملية تأخرت كثيرا استغرقت فترة طويلة نحن تعرف حضرتك وتحدثت أنت في مقدمتك ساد علي قبل قليل نحن بصدد الذهاب إلى الاستحكام إلى الآليات الإلكترونية الحديثة والتي نتبعها بناء على ما يتم اتباعها في دول متقدمة على أقل تقليل كل هذا واضح